السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في قناتي اتمنى تكونوا بخير على خير وبصحة جيدة اليوم ان شاء الله ستشوفوا معي واحد الوصفة اللي يحتاجوها جميع فئة الاعمار ديال النساء يعني صغار ولا كبار هاد الوصفة هي وصفة ديال الهالة السوداء هاد الوصفة ليس لاخفاء الهالة السوداء وانما لعلاج الهالة السوداء هاد الوصفة كما تعرفون الحاجة اللي كان بغيوها انها تعالج لنا كتدي اخصها واحد المندة ونحن نديرها وهاد الوصفة غير غير تخبي الهالة السوداء اخصر نعالجوهم وهاد الوصفة رخصها وسبوع وسبوع في المرة الاولى والثانية والثانية كي يبدأ يظهر كتبدا يظهر المفعول ديالها ولكن لازم اننا نديروها وسبوع وكنديرو وصفة واحدة وكننا نحسافظو بها وكننبقوا نديروها من قبل ما نديرو هاد الوصفة او من قبل ما نشوفو هاد الوصفة غير تنجحو للا خصنا نعرفوا الاسباب ديال هاد الهالات السوداء في اغلبية الاحيان كيف ما كنقول لكم اما مرض ديال الرئة يعني ديال تنفس الوكسيجين ما كيوصلش لنا الاماكن ديال الوجه ديالنا وكيوصل بواحد كيمية قليلة كي تكونوا لنا الهالة السوداء ولا ديال فقر الدم ولا ديال امراض الكابيد خاصنا نحاولو باش نشوفو بانا هاد الامراض كلها نقلبوا عليها ونعرفوا بانا را ما عدناش هذه اللي نعالجو الهالة السوداء الى كان من فقر الدم بوحدتنا نقدرون نعالجوه نقدرون ونرطبوا الحلبة ونشربوها مع الصباح المادية لها ونناكلوه مزيان ناكلو الكابيد احنا عدنا دخل متوسط ناكلو الكابيد ديال الدجاج ناكلو الحوت بزاف عدنا دخل ما نقدروش اننا دائما ناكلو الحوت غنا ناكلو الساردين وبهكدا غادي نعالجو فقر الدم نشوفو هاد الوصفة اللي راه هزوينا كيف ما قلت لكم معالجة ماشي كتخبي الهالة السوداء لا كتعالج لهالة السوداء غادي نخوض اي نوع ديال الشاي اللي كيكون هكدا خنيشات اي نوع اما الشاي الاخضر واما بحال هادا اللي عندي انا انا هادا عندي بالنعناع وبالبابونج يعني ان ما فيهش الشاي وانا محتاجة انه يكون فيه الشاي غادي نضيف له اضافة اخرى غادي نخوض واحد الخنيشة هكدا ونديره واحد الكويس نخوض نصف كأس ديال ما تقريبا بقياس العنباء ولا اقل من نصف كأس بشوية ونخليها هكدا جانبا غادي نعزز هاد الخنيشة اللي درت غادي نعززها بالشاي الاخضر خديت واحدة قيمة ملعة متوسيطة وغادي نطحنها نطحنها في اي طحانة كانت عندي وإلا ما كانت عندي الطحانة ندقها في المهراز ما عنديش المهراز نقدر نديرها بحال هكدا ماشي مشكل من بعد ما طحنتها واغلبية المنازل دبا فيهم الطحانة الكهربائية هدي اي نوع ديال الطحانة كهربائية غادي نخوض تقريبا ملعقة متوسيطة صافرة اعطتني ملعقة متوسيطة يعني ماشي الكبيرة وماشي الصغيرة غادي نضيفها في هاد الكاس اللي درت فيه هاد الخنيشة ديال اتي وضفت عليه الماء من بعد ما كير طابوا مزيان كنخوض هاد الخنيشة وكنخوض هاد المحتوى ديالها غادي نديروا تهوة في الكاس اللي نحيدها ما نحيده هاش به هاد هاد الشي اللي فيها فيها النعناع وفيها البابونج تهوة غادي رجعوا الكاس اللي نحيدها تبعوا معي هاد طريقة وديروا هاد الوصفة كيف ما غادي نعطيكم ومن بعد غير جوج لاستعمالات يوم الى ثلاث يام غادي تردوا على الخبار اضافة الثالثة اللي نضيف هو الجيلاتين سوف نضيف ملعقة متوسطة كذلك سيكون مملوئة ضروري ما نضيف نفس المقدار لأضافة ديال الشاي المطحون وهنا را عندي الشاي الأخضر إلا ضفت اكثر من ملعقة ديال الجيلاتين غادي يجيني مركز بزاف وغادي يكون قاصح القوام دياله قاصح وما غاديش يطلقوا لديكم مكونات ديال المنافع ديال المكونات الأخرى صافي انا درتوا هنا في حمام مائي باش يطلق مزيان و باش تكون الحبيبات ديال الجيلاتين كلهم يدوبوا يدوبوا الحبيبات ديال الجيلاتين و باش هاد المكونات كاملين يمتزجوا مزيان مع بعضياتهم يتخلطوا مزيان غير واحد شوية واحد جوج دقيقة تقريبا صافي و غادي نشوفها كدراه اللسائل كله مبقاش في الحبيبات ديال الجيلاتين و غادي نحيدهم فوق النار من بعد خليه يدفى غير شوية ما يبردش نخليه غير يدفى و غادي نستعملوا باش غادي نستعملوا بهاد الكوتون ديسك اللي كان مسحو بهم الماكياج غادي نخوض كل قرص ايه كل ديسك و غادي نقسموا هكذا على زوج يعني قرص واحد غادي يكفى بأنني نديروا مرة واحدة العينية بجوجد بهم من تحت عيني المنطقة ديال هالات سوداء من بعد ما كان غادي نغطسوا هكذا وهذا راع بقي دافي كنخض شويه هاد الواصفة من My تكون مكونات اللي بقي لتحت اللي حات اللي تحت و غادي نديرهم فوق هاد انصاف ديال القرص ديل القطن و غادي نديرهم فقط اللاجه باش ببردوم زيان هالي نستعملهم من بعد الى بغيت انا هاد الوصفة نهززها اكتر دي مبيضة اكتر معالجة ومبيضة الوصفة الاولى كتكون فقط معالجة اما هاد الوصفة التانية هي معالجة ومبيضة في نفس الوقت اضبط هنا جوج الملاعق الصغار دي الحليب غبرة اي حليب غبرة ولو حتى الحليب دي الاطفال الصغار وهو اللي يكون احسن كي يجي في الوصفات احسن جوج دي الملاعق صغار وغضي نضيف ملعقة مملوقة ديال الناشا انا اضفت شوية لان الملعقة الاولى كيف ما كتشوفه مكانت شعامرة بما ان النشا ما بقاش عندي بزيف فاش عمرت الملعقة الاولى ما عمرتش مزيان وننضيف واحد شوية هاد المكوون كاملين غدا نخلطهم مزيان حتى يحيدوا هاد الحبيبات ديال الناشا علش تكونوا لي الحبيبات لان هاد المحلول باقي دافي باقي سخون لذا انا غدي نضير هكدا وغدا نخلط غير شوية بسرعة صفيرة غدي يضوب كل شي حليب وناشا وكل شي كيف ما قلت لكم الا كانوا عندكم اطفال صغر وقديروا ليهم الحليب ديال الرضاعة من الاحسن انك تدير واحد جوج المعالقات راه كيجوا الوصفات بالحليب ديال اطفال الصغر حسن من الوصفات بالحليب ديال الغبراء العادي من بعد غدي نخد واحد القرص كيما العادة قرص واحد وغادي ندير كيف ما دلت في الطريقة الاولى غادي نغطسه في هاد المحلول ورغي قرص واحد غدي دير لي الوصفة مرة واحدة انتم اما ديروا هذا واما ديروا الوصفة الاولى بدون حليب وبدون ناشا ومن الاحسن لكان عندكم حليب وناشا هكدا تعزوا هاد الوصفة كتجي معالجة ومبيضة وكنخد شوية من ذاك ومن بعد هاد المحلول اللي بقالي راه هاده هو اللي غادي نديروه اللي مدة اسبوع غادي نديروه في واحد القرائعة صغيرة ولا فطاصة مهم شعوب لانه غير المحلول غير قليل وديري فطاصة هاد يدي الكوزينة لانك غادي تدخلي لتلاجة ماشي المجمد غير تلاجة وغادي تخليه هاد يتخليه كيبقى برد كيبقى مزيان فاش تبغي تديريه غادي تجيب دي هاكدا وتنخضي شي شوية تحركي تترجي هاكدا وديري به كيف مدرنا هادو كجوج دي الانصاف دي الاقراص دي القطن اللي كنديروه في الهالة السوداء من بعد ما كيبرد بحال هاكدا طريقة اللي كنستعملوه وانا الوجه ديانتي يكون عادي مغسول بالماء بالصابون غادي نخوض واحد نصف قرص هاكدا وغادي نديرو في الهالة السوداء تحت العين ونخوض النصف الاخر ونديرو تهوه تحت العين علش درنا دك شوية دي الجيلاتين لانه تيبقى شاد لنا هاد المحتوى او هاد المحلول في هاد القطن وكيبقى تحت العين واحد المدة طويلة ماشي غادي يهبطنا مع الحنوك دينا وصفوا غادي تنشف هادك نديرو اما درنا هاد واما درنا الاخر اي محل اي وصفه درنا لولا ولا التانية غادي نديروه نديروها تحت عميناتنا وهذا فوقاش ما بغيناه هاد نرجوه نديروه بنفس طريقة هاد الوصفه غادي نديروها تحت العينين او في بلاصة الهالة السوداء على الاقل خمسة تاشر دقيقة ربع ساعة ولكن قد ما بقت تحت العينين را هاكا تكون مزيانة ومن بعد غادي نحيدوها نغسلوه بالمعادي ومن الاحسن يكون دافي وندهن بشي كخيم يضغطوه ولا بشو يدي يلزيد الكوكو نتمنى هاد الوصفه تعجبكم ولعجباتكم ديرو لي لايك شاركوه في قناتي وضغطوه على الجرس باش توصلوا بكل جديد بالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة